الاتحاد الأوروبي إمكانياته ومكانته الاقتصادية في العالم لتجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية قامت الدول الأوروبية بإحداث تكتل أوروبي في مبناء سيصبح نموذجاً متميزاً لأهم التكتلات الجهوية المعصرة فما هي مراحل تأسيسه؟ ما الإمكانية التي توفر عليها؟ ما المكان التي يحتل على الصعيد العالمي؟ وما أهم المشاكل التي تواجهه؟ المحول الأول تعادلت مراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي ومؤهلته أولى المراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي مرى الاتحاد الأوروبي من ثلاث مراحل أولى مرحلة المجموعة الأوروبية للفحم الفولاد التي تأسست سنة 1951 لتطبيق حرية مرور الفحم الفولاد بين أعضاء المجموعة الست وفرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أولندا، ملجيكا، ثم اللوكسنبرغ المرحلة الثانية مرحلة المجموعة الاقتصادية الأوروبية تأسست سنة 1957 من طرف نسل دول ست للعمل للتحقيق الوحدة الاقتصادية وفتح المجال للانضمام دول أوروبية أخرى سنة 1973 انضمت بريطانيا إيرلاندا ثمت دانيمارك سنة 1981 انضمت اليونان ثم في سنة 1986 انضمت كل من الإسبانيا والبرتغال مرحلة الاتحاد الأوروبي نجاح التجربتين السابقتين سيدفع الدول الأعطاء إلى توسع دائرة التعاون ويشمل الوحدة السياسية والنقدية وذلك موجب معادة ماسترغت سنة 1992 وتعديل الإسم إلى الاتحاد الأوروبي حيث تم تقويته ليصبح هذا الدولي 27 بعد انسحاب بريطانيا فانضمت سنة 1995 سويد النمسا في لندا سنة 2004 اسطونيا ليطونيا ليتوانيا سلوفينيا هنغاريا تشيك سلوفاكيا بولونيا قبروس ومالطا سنة 2007 انضمت رومانيا جمبلغاريا وآخر دولة منضم سنة 2013 هي كرواتيا ثانيا مؤهلات الاتحاد الأوروبي المؤهلة الطبيعية تتمثل في ارتفاع نسبة الأراضي الصالحة الزراع تنوع المناخ الذي يتميز بحرارة معتدلة وتساقطات مهمة مما يوفر غيطاء نباتيا دائما وأنهارا كبرى تنوع الموارد الطاقية والمعدنية كالبيترول، الغاز طبيعي، الفحم الحجري والحديد مما يخص المؤهلات البشرية فهي تتمثل في ارتفاع عدد السكان حوالي 474.7 مليون نسمة مما يوفر يذن عاملة مهمة والسوق السهلاكي واسعة إذا فصلنا للتفاع الداخل الفردي ومستوى التعليمي وانخفاض نسبة البطارة تخصيص دول الاتحاد نسب مهمة من النتيجة الداخل الخام للبحث العلمي والتقني بهدف مسائرة تجديد التكنولوجي العالمي لمواجهة المنافسة في هذا المجال وتعتبر بلدان أوروبا الغربية لأكثر استثمارا كفرنسا، ألمانيا، بلجيكا والسويد مما أدى الارتفاعات الباحثين داخل هذه الدول المحور الثاني يحتل الاتحاد الأوروبي مكان اقتصادي مهمة لكنه يواجه عدة مشاكل أولا، الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبرى مكانة الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي يحتل الاتحاد الأوروبي الرتبة الأولى في إنتاج القمح وتحقق صادراته الفلاحية الرتبة الأولى عالميا مكانة الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعي يحتل الاتحاد الأوروبي الرزبة الثانية عالميا في مجال صناعة السيارات بعد الصين كما تصل قيمة صدرات الصناعية المرتبة الأولى عالميا مكانة الاتحاد الأوروبي في المجال التجاري يعتبر الاتحاد الأوروبي أول قوة تجاري بالعالم بفضل قوة الانتاجين الفلاحي والصناعي وضخامة الأسطولين البحري والجوي وكذلك الاتفاقيات المتعددة المبرمة مع مختلف دول العالم ثانيا المشاكل الديمغرافية والتنموية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي يواجه الاتحاد الأوروبي عدة مشاكل من بينها المشاكل الديمغرافية التي تتجلى في ضعف نسبة التقاطر الطبيعي أي انخفاض نسبة الولادات بما ساهم في تقلص فئة الأطفال وتزايد فئة الشيوخ وبالتالي نقص فلية العاملة المشاكل التنموية حيث تعاني دول الاتحاد من تفاوض في المستور الاقتصادي اختلاف الناتج الداخلي الخام حيث تعرف ملدان أوروبا شرقية انخفاضا في هذا الناتج كرومانيا كرواتيا تومسلوفاكيا فيما يرتفع الناتج الداخلي الخام بأوروبا الغربية كفرنسا ألمانيا تومال لكسنبرغ تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقديم عدة مساعدات للمناطق المهمشة التي تعاني من ضعف هي التنمية كالبرتغال إسبانيا ودول أوروبا شرقية كتطبيق السياسة الأوروبية في التماسك الجهوي خاتمة بفضل العمل المشرك والسياسة الموحدة أصبح الاتحاد الأوروبي قطبا اقتصادي رئيسيا في العالم كما أصبح نموذجا يحتدى به